جاء اطلق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية في نيويورك مؤخرا بهدف إبراز ما تحقق من نجاحات تعكس وضع المرأة على المستوى الوطني إضافة إلى بيان أهمية دور الدول والهيئات والمنظمات في تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وعدم التمييز ضد المرأة لتغيير واقعها نحو حياة أكثر استقرارا وإنتاجية في إطار سعي مملكة البحرين لبيان ما تحقق من نجاحات تعكس تقدم وضع المرأة على المستوى الوطني وتعميم أفضل الممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والسعي نحو تحقيق الأهداف الإنمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين بادر المجلس الأعلى للمرأة بالتواصل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف إطلاق نسخة دولية من جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتمكين المرأة البحرينية التي وافقت ورحبت بتبني مشروع الجائزة وبلورته بما يتناسب والمعايير والممارسات الدولية وذلك بالنظر إلى النجاح الذي حققته الجائزة على المستوى الوطني وتميز الجائزة من حيث مضمونها النوعي فالجائزة تهدف إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الأصعدة وإبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في إحداث التغيير الإيجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقراراً وإنتاجية والتشيع على تبني منهجية تحقيق الأثر المستدام في تطوير واقع المرأة لتكون قيمة مضافة ضمن إطارها الأسري والمجتمعي وتحفيز المجتمعات على التفكير والعمل الإبداعي في مجال تمكين المرأة بما يحقق لها ولأسرتها ومجتمعها مزيداً من الأمن الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الجائزة وضعت معايير عامة للفوز ومن أبرزها ابتكار منهجيات أو سياسات علمية لسد الفجوات لصالح المرأة في مختلف القطاعات والاستدامة تطبيقها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كحد أدنى والمستهمة في تقديم الخيارات والخدمات النوعية لمختلف الفئات العمرية من النساء بما يدعم سياسات ومنهجيات تمكين المرأة وتكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين تعزيز مشاركة النساء والأخذ بتوجهاتهن ودراسة احتياجاتهن في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم وتمكين النساء من تولي المناصب القيادية واستدامة تواجدهن في مواقع الصنع واتخاذ القرار إضافة إلى إطلاق المبادرات والخدمات المساندة لحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المرأة بما يضمن توفير الخيارات المناسبة لتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة لها نحن ممتنون جدا لمملكة البحرين لهذه المبادرة الناجحة خلال العشر السنوات الماضية والتي تم إحضارها إلى مستوى عالمي وأن نقدر النهج البحريني نحو تمكين المرأة والالتزام بسياسة عدم التمييز ضدها بما يمثله من نهج صحيح يركز على المشاكل الحقيقية وتقديم الحلول المناسبة من منظورنا إنه دافع كبير للناشطين والمجتمع المدني للمشاركة بنشر قيام المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم ولقد تمكنت مملكة البحرين من نقل المبادرة من منظور محلي إلى منتدى عالمي وأعتقد أن رفع مستوى الوعي بهذه الجائزة مهم جدا نحن نرى هذه الجائزة كمبادرة إيجابية ونحن ممتنون جدا للبحرين لأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن نعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى في تمكين المرأة وبالخصوص الشابات ومساعدة المنظمات الغير حكومية على مواصلة هذا العمل وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالمرأة والدور المهم للعائلة أعتقد أن هذه الجائزة تلهم الناس ليكونوا أكثر مشاركة في هذا المجال وللتقدم للاشتراك في الجائزة وضعت شروط تراعي الالتزام باعتماد المنهجيات والمعايير المعمول بها في منظمات الأمم المتحدة بما يتسق بأهداف الجائزة على أن تكون الجهة المتقدمة للجائزة من المؤسسات المعتمدة بشكل رسمي محليا وأن تكون مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني مرخصة رسميا وملتزمة بالقوانين المعمول بها محليا مع مرعاة تقديم البيانات الرسمية والمستندات الثبوتية إلى اللجنة المعنية بشأن ذلك وعلى الأفراد الالتزام بتقديم كافة المستندات الثبوتية الشخصية والمعتمدة رسميا ومن مميزات الجائزة أنه تم تخصيص أربع جوائز بقيمة أربعمائة ألف دولار أمريكي توزع على الفئات الفائزة على النحو التالي أعتقد أنها مبادرة مهمة للغاية التي تمنح الفرصة لتحسين حياة النساء وتحرص على التنمية البشرية المتكاملة للمرأة يشرفنا الحضور للتعرف على الجائزة مملكة البحرين كانت دائما رائدة وسباقة في تمكين المرأة وذلك ما كان مستغرب أبدا إنشاء جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة البحرين شهدت لسنوات طويلة دعم للمرأة بمختلف القطاعات صارنا نشوف اليوم المرأة موجودة بالمناصب القيادية كسفيرة وكوزيرة أيضا بالمناصب الوظيفية إن كان بدرجات مختلفة صارنا نشوف الطبيبة صارنا نشوف المحامية المهندسة وهذا المثال اللي إحنا حابين نصدره للعالم عن منطقتنا إن الرسالة المنشودة من هذه الجائزة هو تحفيز المؤسسات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق مقومات التميز والريادة في الجهود المؤثرة والمستدامة بما يحقق للمرأة الاستقرار والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة في صنع واتخاذ القرار لنهضة مجتمعها